انطلاقا من مسئولية جامعة الامير سلطان الاجتماعية وهي الجامعة الغير بحية الاولى في المملكة لتعزيز العمل الخيري واسهما منها في تكوين المجتمع الحيوي احد محاور رؤية عشرين ثلاثين قدمت الجامعة مقررا دراسيا نوعيا يهدف لتعزيز مفهوم العمل الخيري الاستراتيجي للطلاب بدأت اول خطوات المبادرة باستكشاف التجارب العالمية في المجال ووقع الاختيار على جامعة نورث استرين الامريكية وتم توقيع اتفاقية مع الجامعة لتكون مستشارا خارجيا كونها بيت خبرة في المجال على الصعيد العالمي واسندت المبادرة لقسم التسويق بكلية ادارة الاعمال بالشراكة مع القطاعين الخاص والقطاع الثالث فمن القطاع الثالث وقعت اتفاقية مع مؤسسة الملك خالد الخيرية كمستشار محلي للمبادرة ومن القطاع الخاص وقعت اتفاقية مع رجل الاعمال الشيخ خالد الجفالي وحرمه الأستاذة ألفة المطلق لدعم وتمويل المبادرة انطلق البرنامج بمحاضرة عامة للمجتمع استضافتها الجامعة عن مفهوم العمل الخيري الاستراتيجي قدمتها الخبيرة العالمية في مجال العمل الخيري ريبيكا من جامعة نورث إسترين الأمريكية ثم استمر طلاب المقرر بدراسة مواد أكاديمية متخصصة تحقق تعزيز مفهوم العمل الخيري الاستراتيجي وقام الطلاب بالربط بين الدراسة النظرية والواقع العملي من خلال اختيار مشروع تطبيقي ووضع آليات لدعمه والضوابط المنظمة له وتم ذلك من خلال عدة خطوات مهنية في المجال بدءا من اختيار مجال المنح ثم فرز الجمعيات المرشحة للدعم والتعريف بضوابط المنح تبع ذلك زيارة ميدانية للجمعيات المستهدفة وتقييم واقع الجمعية والاختيار ضمن مشاريعها المشروع المستحق للمنح وقام الطلاب بدراسة المشاريع والطلبات المقدمة والنقاش حول التزامها بضوابط المنح والعمل الخيري الاستراتيجية وفازت الجمعية الخيرية لمرضى السكري بالدعم بعد تطبيقها الضوابط المنظمة للمنح وتحقيق مشروع يعزز العمل الاستراتيجي وتقوم الجامعة باعادة دراسة المراحل التنفيذية للبرنامج وإعادة تطبيقه على فئات مختلفة من الطلاب تمهيدا لتقديمه كنموذج مقرر دراسي متخصص للعمل الخيري الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية معكم الطالب فيصل صادق علام طالب في مادة التسويق في المؤسسات الغير ربحية طبعا أنا أول ما دخلت في المجال هذا ما كان عندي أي فكرة عن الموضوع بعدين لما دخلت في المجال مع الدكتور يزيد واخترنا عشرين جمعية ومن خلال هذه من بين هذه الجمعيات اخترنا ثمانة جمعيات وقسنا عليها المعايير وتأكدنا أن المشروع يكون تنموي وغير رعوي ومن اختيارنا الثمانة جمعيات هذه طبقنا عليها المعايير وبعد التأكد من مطابقة المعايير وأن المشروع تنموي وغير رعوي اخترنا المشروع اللي يناسب المنحة المقدمة لنا عشان نعطيها للجمعية ويستفيدون من المشروع وأنا بالنسبة لي حبيت الموضوع جدا وحابة كمل فيه وأشتغل في المؤسسات الغير ربحية بعد المعلومات الكثيرة اللي تعلمت عن الموضوع واكتشفت أنه زي أي قطاع ثاني ممكن يستفيد منه وتنمو ويوصل لللي أنا أبقى